لا يبدو دخول مدرسة و لا يبدو الرجوع للخدمة و لا يبدو اللغو بخيز و كل شيء من بعد ما تحرقت لي بالشمس عليك بهذا الروتي المعجيزة اللي كل شيء كل شيء كل شيء سيسولك على سر النقاء والجمال لبشرة ديالك واللي كتب رق و كتشعل و موحدة اللون ديالها بحال شي مرايا إلا بغيتي تعرفي كيف اشتعالج البشرة ديالك قلسي معي في هذا الفيديو أول حاجة تدريها هي اللايك للدعم ديالي باش نبقى ديما نشارك معي أسرار ديالي أهلا وسهلا حبيبتي ديالك في التومة أصابة لبسعلي كنتم يربيتكم بأحسن أحوال اليوم هذا الفيديو جديد و غادي تفيدك يا أختي الوحد دراجة ما هي ممكنش حبيبتي ديالي كبيرة ديالي ش غادي تدري هي أول حاجة هذا الغفليكس الناتورال اللي خاصي يكون عندك فقم مك تشوفي هذا القناة إياك إلا كتعجبك بطبيعة الحال لازي تبطها بتدابة تعملي للبصمة او لايك او لايك او لايعجاب على الفيديو حيث غادي تدعمني دعمني 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 الواحد درجة ما يمكنش دعمني دعمني دعم نقدملك معه في هذا القناة ولايك يعطيك الخيرته و هاد الفيديو غادي يكون واحد ما الفيديوهات اللي غادي يدري له حافظ و مناحكة لايك و لديك شي كامل غباش دابة وساعة ترجع له فكيف غيم و غادي نسوفي لك فيه الوجه ديالك الجمال ديالك و الطريق ديالك في العناية بالبشرة ديالك في طبيعة الحالي لا بغيت الحصول على بشرة زجاجية و ما فيها الشوائب ما فيها أولوا لا حبوب لا طبع لا بقع لا وجه دكام مصغل لوبالة وشوفة ايخش محطتها عنا سوف نقوم بتشمس و ضربها الشمس هذا هو النهر والوجيبة عندما نطول عليك إذا لم تحتاج شيئا في الأكسسوارات سوف نقوم بـ 30% في السيد حانانشاني.com سوف تلقائه في صندوق الواس و قبل أن نبدأ معك الوصفة الطبيعية التي في كل كوزينة أو الوصفات الطبيعية سوف تشعر لك الحياة و يعطي لك الغزولة الصافية و لا تحتاج الماكياج سوف نشارك معي في هذا الفيديو أول شيء سوف نشارك معك كيف تعتني برأسك في دارك و راجلك و العائلتك الصغيرة و تبقى دائما جديدة و زوينة و كاتش سوف ترى معي كل شيء أول شيء سوف تكون دائما أنيق في دارك و كل شيء خاصك في كل فاصل إذا كان لديك الكلمة و رجلك يخفزك لا يوجد الكلمة في الصيف و في الشتواء من خطير أيضا إذا كنت تقلس في تدارك بالبيجامة أنا من نوع أجل في البجامة بعض المرات كان اعملت تونيو دانتغياء و يخسر لي تسرقون انا اجبت هذه البيجامات لكي نستقبل حماس اجداد حاولت ان نخلط في انساء الغاز والصفرة وهذه القريه دياللقتن وفيهم دونتل وكيف يحمقه اخذت ربعة البيجامات كيف تشوف احده لابسها كيف تشوف اردت الجزء في الهزة اما هذا البيجامات اذا اخذت البليجامات كيف تشوفها كيف تشوفها اخذت البليجامات والجل يتعرفون بشكل مختلف شوفوا الابنات اي احد انا فهم والابنات اللي عندهم الموين والرجال اللي عندهم الموين والابنات اللي عندهم اللي عندهم والحساب ولكن بالضرورة ولو هتحيديها هشو يملي كوخس و تخديلك بيجاما بعضها واحدة في الصيف واحدة في الشتوى جديدة في نوار و شوفوا الحويجات كان مرخص للغالي شوفوا بالنسبة لهذه البيجامات كانوا رخاص رخاص و دلقتن و الكالتي زوينة و حريرين و ستشوفوهم معي ملبوسين و انا لابسها هذي ما ورية لكم ما مع البيجامات اللي اخذتت حيث راني لابستها حتى نوريها لكم ندلكم لوك بوك خفيف دريف البيجامات هذي البيجامات كلهم مناسب من سيد الوفلات انا غاد نحط لكم في صندق الواسف و بطبيعة الحال نيقوسيت معهم لكي نعطيكم 1 كدب خمودة 15% اللي ستجده هنا و في نفس الوقت ستجده في صندق الواسف على غنيزة تبايلة اعجبت لكم الحاجة ضروري بطاقة الايجابية ضروري مجددي في البيجامات هذه ضروري سوف نشارك معكم البيجامات الرقم واحد اللي كنت لابسها معكم في الفيديو انا كنت احضر معكم صراحة عجبتني بزاف ساتينة بحل السوا لما تيغيها في النهو و مستورة كيف تستطيع لبسها مع العائلة تستطيع لبسها فوز دارك مع اولاداتك كما احبت انا اخذ ثلاثة اكس ال من سيد الوفلات سوف نضعه لكم في صندق الواسف بطبيعة الحال بطبيعة الحال سوف يكون لدخفض 15% تحمق كيف تشوفو في اللوينة في الغلال كيف تشوفو في الغلال لاحظة بطبيعة الحال و تحسين بيجامات لا يمكن تشوفو في الحال بالنسبة ل كيف تشوفو في البيض بلونكاسي و مخيط بأورانج كيف تشوفو بلونكاسي كيف تشوفو الى الاسطيك لطي اكس ال تقدر تدخل فيه البنت لديها دبل اكس ال و بطبيعة الحال كم بامكاني نخذ الال براحة خيالية بالنسبة للبيجامة الرقم الجوج 100% قطن 100% قطن لقد اعجبتني كم برد بربي معالتي باربي لديها موسعة ولكن مريحة كيف تدخل فيها مجبدة تقدر اي وحدة تدخل فيها كيف تشوفو في الاسطين كيف تشوفو الناس اللي عايشين على بره والناس اللي عندهم متشوفو في الدار لا تحتاجوش تدخل غليد و يحفظ تكمشي راسك في ذلك كيف تشوفو دوبة يعني احسن حاجة تشوفو و يكون خفيف و بالنسبة للبيجامة الرقم ثلاثة هي نفسها في البناني اخذتها في الايكس ال ولكن كيف تشوفو لطي ديالها بحلي بانتلي شوية شوية مزيرة على الخرى الغوز مع انهم نفس الموديل تقريبا فوالة المهم كتب الحتاد البناني كي يأتي الزويم في البشرة فوالة اعتنيتي في بشرة تكون بيجامة بحلها كدارة فوالة تكون اميرة في دارك ولبسها مزيدة و دياله مكتباني منظمة و كل شيء يعني ماشي كل سروالة في جي تركه في غيمة و خطها في البشرة ولو التهلي منعف كيف يعني بنادم يشوفك هكذا ما لبساش شيء حاجة مواتية و ديالك شيء كتباني بحل مديره هذا البيجامة هذي خطيرة عرفته عنده واحد دونتي لو لهات شبيكة هذو في اليدين في الرجلين في الجيب صراحة حزبينة انا ما كنت اخذتش بيجامة ولكن هذا البيجامة حمقتني حيث عنوثي بزاف و كيوت و زوينة كيف تشوفوا اخذتها في ال اكس الان يعجبني انكم مرتاحة في داري و ديالك شيء مزيير كيف تشوفوا عند الحلة في الرجل في حلقة تخو كيوت مع ديالك الدنتي و ديالك شيء والبيجامة هذو 100% كوتون هذو بثلاثة فنية الغزولة ديالي نخلي لكم كل شيء في صندوق الوزر كيف تشوفوا معي ادرتوا مع واحد الدباق دوغ ديالي كان عندي و عملتوا مع واحد شورت صراحة الخروج غباش اللبس لكم وصفيها هذا البينوار غزال صراحة مستور ماشي هواد على الركبة بالنسبة لعيالات اللي يصلي و ديالك شيء كامل داروري البينوار يكون خفيف ضريف حدا يديك الوقت تكون عندك البيجامة بحلية وريد لكم قبيل مستورين ولكن انا البينوار داروري هو اللي كان عمل في الاخر كنديرو عليا باش كمشي مني كنصلي بالبيجامة ديالي كنلوحو عليا اصيب وهذا سيمون كودكو حمقني هو ماشي دلقتن ديال الالستان مع البوليستيخ فندير بحل سوا في غامو كنصلي بحل سوا وخفيف ضريف الصيف والشتواء انا اللبسه دايما يعني في اي موسم وهذا البينوار الرقم جوج كيف تشوفو عنده مش شدة من داخل من هنا كنصلي كما بغيتي تشدة كما بغيتي عنده الحزمة وكل شي صراحة هذا يشبه البيجامة الغاز اللي اخذيته ولكن ما اخذيته اخذيته انا كي عجبني نعمل البينوار هاك دايما كنعملهم في حال هاك دايما بوحديتهم ميسينو مع شورت مع ذلك البينوار اللي عندي ديال الصيف كيكونو شورت ودي بغضوخ كيكون بارد شوية لحال صباح و للعشية كتلوحي عليك بينوار او كيف قلت لكم او كيف قلت لكم معالينا غذولات صراحة واعر انا أتمنى انا كما يكونوا اعجبكم سوف نبدأ هذا القماج هذه الكبيرة مباشرة سهل معي أي مراكة تشفية أي دراكة تشفية يريد أن يدفع قماج بعد حرق الشمس هذا القماجر لا يوجد في أي مطبخ سأرى معي الوصفة و أعطيه سوف تشدي قهوة الكهوة ليس سريع عادية لقد أخذت الكبس القهوة و عملت عليها معلقة صغيرة للقهوة معلقة صغيرة للسكر أحسن سكر ساندة لقد عملت السكر لبني سوف تزيد عليه زيت الأرغان أو زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو أي زيت زويل لبشرة من غير زيت الزيتون سوف تشريم الفرماسيان و نزيد عليه بعض العسل و تستغني على الفيتامين او إلا عندك أحسن إلا عندك مشكلة و تزيد عليه الزيت زيت أرغان و تشريم فقط وهو خلطي حتى تشريم على خليط و هذا يدور بعدما رأيت معي الوصفة نقوم بشعرنا إذا لم نقوم بمسك الشعر سوف نقوم بشعر سوف نقوم بشعر سوف نقوم بشعر سوف نقوم بشعر هذا القومج سوف تجايد سوف يصفي الكلوجة و يبيض سوف يجب الخلايا الميتة سوف يحرق الدورة الدموية في وجهك و يجب الفلسي يمكنك أن أفضل بسطاق و أحبتها اصدقائي سأفضل زيت كثير و إبقيت كثير كنت بأسفل زيت أي زيت زيت النزل كبيرة كنت أضع الزيتون سوف أضع الزيتون مالحة دائما نقوم بها زيت الزيتون سوف تشدون يمكنك الإخبار لكي تكون الحمام المهم ان تقوم بحلقة كما تقوم بحلقة تقوم بحلقة كما تقوم بحلقة تقوم بحلقة كما تقوم بحلقة اذا كنت تتجد لك 5 دقائق و اتجد الكولاجين في البشرة قم بحلقة كما تقوم بحلقة مذهن هى ا informação في الفيديو لا ان vitesse تتكلم احب honored ليست اتضافة اجعلها يجب أن نقالب عليك بشي حاجة ماشية يعني اي ضيطي نقول لك حد الآن صابمي سوف نجد حاجة أخرين دابا يا هانتو ما كيف كتشوفو البشرة كتولي هاده هي القوماجي كشفتوني معاكم في الأول قبل ما نديرو وهانتو ما شفتو دابا بالقوماج كنت بالماء ونا مسحت هداكم ها و بقي القهوة مسحتها هنا شتورة ديك لوغيس نتع القهوة يبقى لك على وجهك حتى كتت مسحها عاد كيسفة حت ما عملتش صابون بلانستو محتاجة لدغطة سيونتع الزيوت يبقى في وجهي وهانتو ما والفيتامين أوراك ومعارفين وكيحارب التجاعد وبزفت الحاجات هذا القوماج ديروه هجوج مرات في سمانة القوماج كما ديرك يعجبك مرتاح فيه هجوج مرات في سمانة وهذا اعتمده حيث يحيد لك تجاعد وكي يأخل لك التجاعد وفي المسرق يطلع لك الكولاجين وكي تبقي ديمة شبابية في وجهك وكي يعطيك واحد الإضاءة وصفاء الوجهة لكي واحد اللون هذا غزال هذا سيقوم بتجاعد المرحلة الثانية فهذا هو الخطير الذي يحمق يعني تكون عندك شيء حضرة ووعرة مني تكوني محرقة بالشمس مني تكوني ماشي تتلاقي في خطيبك او بغري شعائلة جايين عندكم ما عرفتش انا ديري في اي لحظة انت محتاجة تكوني تطب فهمتي؟ هذا هو الخطير سنفوره لديك البابونج لديك الابارة التي تفورها ومستحرها لديك الزهر لديك الزعتر لديك الغمغة لديك الغمغة فوري وجهك أضع الكاسر والعشب لديك الزعتر لديك الغمغة وماء ويغليها سأخذ الكاسرونة لكي تفوري الوجه لكي تحلي المسامات مهم ما تدريها شو انت وقفها لبناء تحطي البول ديالك في بلاسة او الكاسرونة ديالك في بلاسة وقلسي عندها ودري فوطة كبيرة باش يدخل لك ديرك تقوموا المسامات ديالك انا هنا كنت مضطرة اني نوري لكم اصافة المهم خاصك تدري ديك البوخار المسخن الوجهك كامل من جميع النواحي ونتي تتحركي باش كل بلاسة تاخد حقها والمسامات يتحلو من كل جهه المهم كما غادي تشوف وراء كي يبدأ يعرق لك الوجه من جميع النواحي تكي تحلو المسامات ديالك وماني غادي تحلو غادي ندير لهم هاد الوصفة العجيبة المعجيزة هادي هي خليكم معي هاد الوصفة المعجيزة ما غاديش تحتاج فيها بزاف هادي تحتاج فيها اغاغاغاغ اللي هو الجيلاتين اولا الي عندك الجيلاتين بحال هكدا الجيلاتين نباتي لديك الجيلاتين بتحصيل التحصيل نمحة تحتاج المدين لبطاطا تحتاج الحليب و الجيلاتين نضيف الحليب في الحليب بالنسبة للماء العمل نضيف هذا الشيء جلي من الحجرة نضيف هذا الشيء كامل ونضع لحظة لنضيفه ونضيفه قبل ان يضيفه بعد ان الضبط كما ترى كامل نضيفه نضيفه قليلا ونقوم بحظة بعد ان اضيفه قليلا لماذا اضيفه فجلاء البيتوت ايه جونسون المهم سوف نأخذ هذه الشفرة التي تزوينها لبشرة لا تتكبر شعر فقط لا تتكبر شعر هذه نعمة نعمة ولكن بشرط انك تديرها مرة واحدة في شهر اذا زاد شيء عن حده انقلبها إلا ضده هذه الشفرة تستعملها مرة في شهر أو مرة في 25 يوم على حساب انتي وشعرها لا تتكبر شعر من القياس لا تتكبر شعر لا تتكبر شعر انا شخصيا لا تتكبر اول مرة ندوزه على العنق معاكم بالنسبة للبشرة مؤخرا والذي تستعمل تستعملها تدوزي هكذا بحضر ولكن تدفع جرحي المهم هو تنقي بي حتى الحجبان لا تتطرق اني نجدهم كبار وعشوائيين تستعملها تستعملها ولكن تستعملها تستعملها وستعملها وستعملها خطيرة خطيرة نرى إنه تردد خطيرة يا الغزولات ولكن تدرك الوقت سأجعلها من السبب وقام بعده او العين اي منطقة حساسة جدا 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 في البشرة و هذه المنطقة تحت العينين انا ننصفهم اشترك في صفاق اصابتها بفضل اصابتها سوف نوصي و نعود فيك أختي ضروري مرة واحدة في الشهر ولو تعجبك و تحمق على هذه الوصفة ولو تعجبك الغزولة و لكن مرة واحدة في الشهر و تستطيل نتيجة تحمق و لكن ليس مزيانة بشرة تريجوها و نهار ينالها و مرة في سمانة هذا هو السوال التي تقوم بها مرة في الشهر اعتمدها مرة في الشعر و تجب عليها و تجب عليك الوجه و تعمل لك البشرة و تحيد عليك و تصفي لك البشرة و كل شيء و لكن ليس مرة واحدة في الشهر و لذلك هي تستطيل البشرة تستطيع البشرة تحسس منها و لكن نعود أن نوصي على رقبتك مرة واحدة في الشهر و بعدها على المنطقة العينين تجب عليك الكوش الأولية تجب عليها 21 دقيقة عاوني إذا كان لديك فلتلاتر أو شي فرفرة و حفرفرة و من بعد ندوز الكوش تانية لذلك ندر الكوش تانية لذلك يسهل علينا نقل العول و ماسك من بعد لذلك كوش واحدة ستقطع و لا يسهل لذلك لا يسهل سوف ندرها سوف ندرها لذلك 30 دقيقة أو 40 دقيقة لذلك كليا لا يسهل لذلك لا يسهل لا يسهل لا يسهل لذلك لا يسهل سوف ندرها لا يسهل سوف ندره سوف تنمش فقد ندرها سوف ندره فقد ندره كيف سترى معي في الفيديو ستبدأ بالجناب كاملين ستحليهم بشوية 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 كيف قلت لك ان عندك شعيرات الرقاق وانتي ما تتحييديش من وجهك ارى كلهم ستتحييدون كي قول المثال اللي بغزيني سيصبر القريس المهم كيف ستشوفوا سيكون كاي يبال لكم الفرق في نحية فين قشرت هذا الماسك وفين عندي البشرة ديالي انا يشتو كيف بيض الفرق ما بين جوجلين وتصوري معي مرة في الشهر كيف قلت لكم ستكون البشرة ديالك خالية من اي شيء سميته حبوب السوداء ولا الحبوب البيضاء ولا المهم البوانواغ تكون خالية من ديك شعيرات الرقاق كيف قلت لكم وتوحد لكم البشرة وكل شيء في واحد المرة في الشهر في غامو زوينة اللي ما عنداش الجيلاتين تشريه ماشي الجيلاتين الحيواني النباتي اللي يتبع بالبودرة اللي مسمي هنا في فرنسا وفي المغرب يسميه بالجيلاتين وصافي يعطيه لك بالبودرة وكتخديه معلقة منه وكتخديه مع الخاليات وكتخديه كيف تشوفوا حد العين انا كنت اضغي بشوية وانا بعت على العين ما زل كنت اضغي بشوية حيث ما يقصحني شنايذة بحيت حيث الشعر من الوجه ولكن هالي يكون عندي بذلك شعيرات الرقاق اللي يحيضهم ويطيرهم تم تقصحي شوية شوية كيف تشوفوا الطريقة ديالي هيدا تبعي معايا كيف هكذا تحييدي من الجناب وكتفعي القدام ماشي العكس تبقى يجبدي وجهك على الجهة العكسية ماشي مزيان يعني الوجه ديالك بقيدي ما تحييدي المسك ديالك وبالنسبة النيف سواء تحييدي من الفوق سواء تحييدي من الفوق لا تحييدي سوف يكون معايا ديالك وكتفعي سوف يكون هنا كيف تبقى وكتفعي بقى معايا حتى تبقى العناية بعض المسك من بعد المسك مرة في الشهر كروتين انظر الجلد والبشرة تكتب فيها ورقة بيضة لقد اعتمد القماج والبشرة لدي البشرة نقية ولكن تصدمت في جهة النف لماذا سنخرج البيض لا اعرف ايضا في الكاميرا سوف نرى البيض وقت اجب هذا القماج لا اعرف ما يضع لكم لا اعرف اشتري بوابلا طيب لا يوجد داخلها جديد كل ثلاث ايام و قلت لدي والتي تضعوا عن طيب و دعوكم سوف تقذبت حدايكم سوف نغسلوا ونجدوا الماسك سوف نفعله 15 دقيقة لوجهه لكي يبيض لكي يبيض الوجه كامل لكي نكملوا السعادة لكي ترى كل مرحلة مهمة وهذه المرحلة مهمة في نسبة للماسك لا نحتاج شيء كبير كما تعرفون النشاء سوف تأخذ معلقة صغيرة الحليب بنيد ونضع دانون مسوس معلقة ونأخذ الفيتامين يجب أن تفتح لون البشرة تخلطي كل شيء هذا الماسك إذا لم تكن الحليب بنيد ترى أقوى ماسك يجب أن تفتح لون البشرة أعرفت أن تأخذ محروق من الصيف من الشمس استعمل هذه الوصفة ورجعي الخبار ورحمي الوالدين يجب أن تكون محروق وعلى الوصفة تدري هذه الوصفة كريمية وكريمية وعلى الوصفة يجب أن تكون محروق من المقش ومن المسك الخطير لديهم ويجب أن تكون محروق ويجب أن تكون محروق وكريمية ورحمة هذا الشمس هي العدو البشرة نحن نعرف هذا القضية تستعملها مرة في السمانة على الأقل هذه الوصفة جيدة ستجعلها 21 دقيقة حتى تنشفلنا و في الساعة الحلوات سننغسلها بالماء و سترجعون وراء لكم كيف نسد المسامات ها انت الحبيبتي مني شوفي تبارك الله البشرة كيف تكون كيف تشوفي واعرم جيدة هذه الغزولة نحن نسد المسامات كيف لا تريد أن تحبيبها لديك شئ غلاسون لديك شئ غلاسون لديك شئ غلاسون عادي لديك شئ غلاسون عادي لديك شئ غلاسون عادي لديك شئ غلاسون لديك شئ غلاسون لديك شئ غلاسون و اخترت هذا الفيجر الذي ستبه لكم مبلغت و اخترت هذا الفيجر كأنا سيغلو نظام اخبأ الظلام ثم تنبس بيجاما وكالرش البغفاء وكذلك تشعر فيتامين سي تسالة فيتامين سي تحارب معهل وكذلك سأخذت الكخيم المهم الذي نقوم بسوانه اليوم ايطالته على الوجه بحلقة هذا البشرة تكون صافية وزوينة من بعد نطلق شعري ترى تبارك الله البشرة تكون بدون مكياج غزالة تبارك ولا تحتاج بشكل كبير تحتاج بوماليف تنتي وعكار فاسي تعدله في فمك لا تحتاج تعدله في فمك لا تحتاج بشكل كبير سيطلع البشرة تستطيع تخرج رأسك فوق لا يوجد пош 간فة تأكيد حتى ترى أكسسوار خلص اكسسوار او من المفهج فيها الأساسي 30% حتى يفعل الروتين من هذا المفهج كيف ترى البشرة تبقى نقية النهار كامل و اي واحد تلاقيك او اي واحد تلاقاتك يسولك على النظارات البشرة و كيفية البشرة تسافية و تقدر تخرج بالفون و تبعي هذه الغوثات و تقي بيها ستوصلي بيها الكبيرة شاركت معك كل شيء نتمنى يا ربي تجرب بها و تردي على الخبار و ترحمي ليها بها الوالدين و هذا هو أسرع من الأسرع التي نعطيها كما حدثت لديك العزيز اليوم لذا اشتركوا لي like اضعي لليك نتين انت و انا اعضار معك اضعي لليك عفاكل تعم و كومنتر جيد و اشتركوا مع أصحاباتك و الاخواتك اللي اضعي لك و سوف يستفيدون و سوف يشاركوا بيها و سوف أشاركت معكم تحسن بلان و كيف وذلك تقوم بالتدبرت معكم على كود بصوصة كبيرة للكم تروني في رأسكم باي باي